حائط بلين 1961 ميلادي الحلقة الخامسة والخمسون من سلسلة الموسوعة السياسية التاريخية السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك لتتوصل بك الجديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأثق المصدر ومرجع المعلومات حائط بلين 1961 ميلادي هو حائط يفصل القطاع الشرقي من بلين وهي عاصمة ألمانيا الديمقراطية عن القطاع الغربي الذي تديره بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة أقامت حكومة ألمانيا الديمقراطية عام 1961 ميلادي في ليلة السابع عشر والثامن عشر أغسطس آب تيفصل بلين الغربية عن بقية أراضي جمهورية ألمانيا الديمقراطية وحددت عليه ثلاثة عشر نرطة عبور رسمية ما لبثت أن انخفضت إلى ست نرطة فقط وذايت على الروم من احتجاجات الدول الغربية الثلاث إلى أنه في السنوات الآخرة بدأت القيود تخفف تدريجيا على التنقل بين القطاعين الشرقي والغربي من بلين كان الهدف من بناء هذا الحيط من هجرة اليد العاملة والخبرات من الشرقي للغرب خاصة وأن ألمانيا الديمقراطية كانت تنفق مبالغ كبيرة على التعليم وتدريب هذه الخبرات بالإضافة إلى استغلال هذه الهجرة في الحرب الباردة التي كانت دائرة نذات بين القطاعين الشرقية والغربية اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد ما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد المترجم للقناة